إلى جانب الاهتمام سياسياً بالانتخابات في هذه الولاية فإن الجانب الاقتصادي أصبح مهماً ويدر المال على التجار هنا من خلال بيع أعلام ولاية تيكساس وقبعات الكاوبوي والأحزمة الجلدية التقليدية والمواد الدعائية لكل من ترامب وبيتن هذا مشغل ريتشارد صانع أحذية الكاوبوي يقصده سكان المنطقة لشراء أحذيتهم التقليدية والتي يفخرون بارتدائها في التجمعات الانتخابية وهي جزء من ثقافة هذه الولاية زبائن المفضلين هم الكاوبوي لأنهم يعلمون جيداً ماذا يريدون ارتداءه إنهم وطنيون ويطلبون دائماً وضع شعار تيكساس على أحذيتهم أما كورنر بائع قبعات الكاوبوي والمتمسك بأصوله من تلك الولاية له وجهة نظره الخاصة السبب وراء شرائنا أعلم وقبعة ولاية تيكساس هو تعلقنا بولايتنا بغض نظر عما يحدث في أمريكا نحن متمسكون بهذا الأمر ونفخر بأصولنا وتبقى هذه الولاية جمهورية ولم تصوت لرئيس ديمقراطي منذ أكثر من عشرين عاماً وهي ثاني أكبر ولاية من حيث عدد الأصوات في المجمع الانتخابي بعد كاليفورنيا التي تمتلك خمسة وخمسين صوتاً ليث بزاري الحدث تيكساس الولايات المتحدة الأمريكية ترجمة نانسي قنقر